جوليو ريجيني الشاب الإيطالي الذي اختفى في الخامس والعشرين من يناير يؤثر عليه قتيلا في فبراير الفين وستة عشر ملقا على جانب طريق صحراوي خارج القاهرة نصف عارا مشوها ومدموغا بعلامات تعذيب قضية الشاب الإيطالي تعود للواجهة مجددا مع إعلان السلطات المصرية والإيطالية إغلق الملف مؤقتا فيما لازالت علامات الاستفهام قائمة الفاعل ما زال مجهولا في قضية ريجيني الطالب في جامعة كامبرج الذي ذهب إلى مصر ليعمل على بحث بشأن الحركات العمالية المصرية ليختفي في ظروف غامضة ويظهر جثة عامدة التحقيقات جرت في القاهرة ورما وكشف تشريح إيطالي لجثته أنه قتل إثر تعرضه لضربة قوية في أسفل جمجمته وإصابته بكسور عدة في كل أنحاء جسمه استبعدت القاهرة في بداية الأمر وجود شبهة جنائية مشيرة لحادث سير كسبب للوفاء إلا أنها ذكرت لاحقا أنه قتل على يد عصابة إجرامية تمكنت الشرطة من القضاء عليها بحسب ما أعلنته الداخلية المصرية في مارس 2016 السلطات الإيطالية في ذلك الحين شككت في الفرضية واحتجت على عدم تزويد مصر أجهزتها ببيانات مفصلة حول ظروف اختفائه وخصوصا مع تعلل القاهرة بمسح تسجيلات الكاميرات في مكان اختفاء الريجيني بشكل تلقائي ورفضها تسليم سجل المكالمات الخاص بجميع المشتركين في مكان سكن المجن عليه أصابع الاتهام أشرت أيضا بعدها لاحتمال تورط قوات الأمن المصرية في الجريمة ولسيما أن الموضوع الذي تناوله ريجيني في بحثه يتطرق إلى عمل أجهزة الأمن إذ ركز في رسالتها على الباعة الجائلين في أقابي 2011 واستخدام الشرطة لهم لمهاجمة المتظاهرين أو كمخبرين واستهداف آخرين الدعوات لمعرفة الحقيقة حول مقتل ريجيني لم تتراجع في إيطاليا السجال الطويل حول القضية بين روما والقاهرة حول ريجيني لم يمنع عودة العلاقات تدريجيا ليأتي بيان النيابة في روما أخيرا بأن القضية ضد عدد من رجال الأمن المصريين لا تنطوي على أي تورط للدولة المصرية أو مؤسساتها بيان وصفته أسرة ريجيني بأحدث صفعة على وجهها من أشدة إيطاليا استدعاء سفيريا ترجمة نانسي قنقر